بسم الله الرحمن الرحيم عكس نظرية فيسا غورس أولا هنتكلم على نظرية فيسا غورس في الأول كان بيقول إيه كان بيقولي لو عندي مسلس قائم لو مسلس ألف به جيم قائم في الزاوية ألف وليكن قائم في الزاوية إيه ألف يبقى الضلع اللقصاد الألف ده بنسميه وطر مربع الوطر مربع يعني إيه يعني الوطر تربيع يعني هقول به جيم تربيع يعني لو كان خمسة سنطي يبقى خمسة تربيع اللي هي خمسة وعشرين يعني ماشي يبقى مربع الوطر هيساوي مجموع مربع عي دلع عي القائمة يعني الالف جيم تربيع زائد الالف بيه تربيع حلو الكلام ده في صغورس عكسه بقى بيقول ايه بيقول لي لو في اي مسلس في الدنيا مش قايل ان هو قائم لو مسلس لقيت ان فيه الدلع الكبير جبت المربع بتاعه وجبت مربعين الدلعين التانين وجامعتهم طلع مربع الدلع الكبير انا ما ينفعش اقوله عليه وطر دلوقتي اللي هو مش مسلس قائم انا لسه عايز اشوفه هو قائم ولا لأ لو مربع الدلع الكبير بيساوي مجموع مربعين الدلعين التانين يبقى المسلس ده قائم طيب ناخد مسألة بيقول لي حدد نوع المسلس الف بيه جيم يا طرى المسلس ده قائم ولا لأ نعرف منين هنشوف الدلع الكبير اللي هو الخمسة ولا الاثناشر ولا التلاتاشر التلاتاشر ناخده نربعه ونربع الدلعين التانين اللي هو الخمسة تبقى خمسة تربية الاثناشر تبقى اتناشر تربية ربعنا التلات اضلاع الكبير الكبير فيهم بقى هنكرنه مع مجموع الاثنين التانين المربعين التانين طلع قدهم يبقى المسلس ده قائم ما طلعش قدهم يبقى المسلس مش قائم يبقى دلقة هجيب الالف به تربية عنها ربع التلات اضلاع الف به تربية يبقى خمسة تربية بخمسة وعشرين سنتيمتر تربية الدلع التاني اللي هو الاثناشر الف جيم تربية هيساوي اتناشر تربية هتساوي مية اربعة وعشرين سنتيمتر تربية الدلع التالت اللي هو قبر ضلع به جيم تربية هيساوي تلاتاشر تربية اللي هو مية تسعة وستين سنتيمتر تربية الكبير فيهم البيه جيم اللي هو التربيع بتاعه يعني 169 نقارنه ما بين الاتنين التانيين بعد مربعناهم نجمعهم جده 25 زائد 144 هيطلع 169 برضو يبقى دلوقتي تطلع معايا البيهجيم تربيع بيساوي ألف بهتربيع زائد ألف جيم تربيع مربع الضلع الكبير طلع بيساوي مجموعة المربعين بتاع الضلعين الصغيرين التانيين اذا المسلس قائم اذا زاوية ألف 90 درجة نوع المسلس ألف بهجيم قائم الزاوية يبقى عكس في ساورس بتقول لي اقدر احدد نوع المسلس اذا كان قائم الزاوية ولا لا عن طريق ايه عن طريق الضلع الكبير لو طلع المربع بتاعه بيساوي مجموعة مربعين الضلعين التانيين المسلس بقى قائم الزاوية بديني هنا مسلسين المسلس اللي تحت ايل ان هو قائم في الزاوية بها المسلس الفوق مش ايل بس بيطلب مني بيقول لي يا ترى قياس او اثبت يعني قياس زاوية جيم الف دال بتسعين درجة قياس زاوية جيم الف دال الزاوية الف اللي فوق المسلس اللي فوق عايز اثبت ان هي بتسعين درجة يبقى عايز اثبت ان المسلس اللي فوق قائم الزاوية طالما لقيت الكلمة دي في مسألة عرفت ان هي على طول عكس في سورس يبقى الثلاث اضلع بتاع المسلس لازم يكونوا موجودين عندي وهربعهم واشوف الكبير فيهم اقردوا ما بين ما بينه وما بين الايه مجموعة مربعين التانية طيب انا عندي الثلاث اضلع لا مجينة تمانية وسبعة عشر ما كلمة المسلس الفوق تمانية وسبعة عشر ما الالف جيم ده مش عندي طب اعرف اجيب الالف جيم اه اعرف اجيبه منين من المسلس اللي تحت ما هو قائم يبقى في سورس بيقول لي ايه بيقول لي ان الوطر الف جيم تربيع هيساوي مجموع الف به تربيع زائد به جيم تربيع مش هو مسلس قائم يبقى الوطر تربيع بيساوي مجموعة دلعين التانيين تربية. يبقى يساوي تسعة تربية زائد اتناشر تربية. اللي هي تطلع واحد وتمانين زائد مية اربعة وربعين يعني ميتين خمسة وعشرين. ده الالف جيم تربية. طب الالف جيم لوحدها من غير التربية. بالجزر التربيعي للمتين خمسة وعشرين اللي هي خمستاشر سنتي. يبقى الالف جيم تربية مش من العكس من فيسة هورس. طلعت بمتين خمسة عشرين يبقى الالف جيم بجزر المتين خمسة عشر اللي هي خمستاشر. كده جبت الالف جيم من المسلس اللي تحت الالف بهجيم. كده في المسلس اللي فوق اللي هو الف جيم دال. عندي كده تلات اضلاع بتوع موجودين. هربع التلات اضلاع. يبقى الالف دال تربية هيبقى بتمانية تربية. يعني اربعة وستين. الف جيم تربية يعني خمساشر تربيع اللي هي ماتين خمسة عشرين. ده الجيم تربيع بسبعتاشر تربيع اللي هي ماتين تسعة وتمانين. ربعت التلات اطلع. الكبير فيهم اللي هو السبعتاشر تربيع اللي هو بمتين تسعة وتمانين. كرنه ما بينه بين مجموع الاتنين الصغيرين. يبقى هنجمع اربعة وستين زائد ماتين خمسة عشرين. هتطلع برضو بمتين تسعة وتمانين. يبقى دلوقتي طلع معايا دال جيم تربية بيساوي الف جيم تربية زائد دال جيم تربية. يبقى قدر اقول ان المسلس الف دال جيم قائم الزاوية او قدر اقول كمان ان الزاوية الدال الف جيم بتساوي تسعين درجة. طيب. هاتبقى مساحة الشكل الرباعي الف بيه جيم دال اللي هو عبارة عن ايه? اللي هو عبارة عن مسلسين. نفس المسألة. عايزين بقى الشكل الرباعي كله. مساحته قد ايه? هو عبارة عن مجموعة مساحتين المسلسين. وهو الشكل الرباعي عبارة عن مسلسين. لو انا قسمتهم كده هتلاقيهم هم مسلسين. طيب قدر اجيب مساحة كله مسلس? بصري على مساحة المسلس اللي تحت اللي هو الالف بيه جيم. مساحة اي مسلس مص طول القعدة في الارتفاع? فين القعدة? وفين الارتفاع? في المسلسة القائم? القعدة والارتفاع هم دلعين القايمة. لو اعتبرت البيه جيم هي القعدة اللي هي اتناشر سنتي. فالارتفاع اللي هو اللي عمودي عليها يعني? ايه هو الخط اللي عمودي عليها الالف بيه. فيبقى دلعين القايمة. هعتبر واحد فيهم قعدة يبقى التاني ارتفاع. يبقى نص في اتناشر في تسعة. تديني اربعة خمسين سنتيمتر مربع. ده المسلس ايه? اللي تحت. طب المسلس الفوق نفس الفكرة. مشان اثبت ان هو مسلس قائم. بما انه مسلس قائم. يبقى القعدة والارتفاع هم ايه? دلعي القايمة. يعني الالف دال والالف جيم. يعني التمانية والخمستاشر. يبقى مساحة المسلس نص القعدة في الارتفاع يعني نص الخمستاشر في التماني. تطلع بستين. يبقى مساحة الشكل الرباعي. نجمع بقى اربعة وخمسين زائد ستين. مجموعة المساحتين بتوع المسلسين اللي انا جبتهم. اربعة وخمسين زائد ستين. تطلع بكم? بمية واربعة عشر.